بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الخامس طيب الله أوقاتكم بكل خير رجعنا لكم حبايبي مرة ثانية مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات درس اليوم بمشية الرحمن بعنوان الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية تعالوا نشوف مع بعضينا إيه مفهوم عدد أولي ويعني إيه عدد أولي وإزاي أحكم على العدد أنه أولي أو غير أولي في البداية أولادي خلونا ناخد المثال اللي أمامنا ونبدأ نفسر المثال هذا جزء جزء علشان نفهم مع بعضينا ما معنى كلمة عدد أولي وما معنى عدد غير أولي بيقول لدى حمد ثلاث مكعبات ولدى خالد ثمان مكعبات أراد كل منهما ترتيبها في صفوف متساوية طيب المطلوب أنه حمد ياخد المكعبات الثلاثة ويرتبهم بأكثر من طريقة وخالد ياخد المكعبات الثمانية ويرتبهم بأكثر من طريقة حمد هياخد الثلاث مكعبات يستطيع أنه يرتبهم في صف والصف هذا بيتكون من ثلاثة مكعبات أو يستطيع أنه يعملهم على هيئة عمود والعمود هذا بيتكون من ثلاثة مكعبات إذن الطريقة الأولى هي عبارة عن صف واحد يعني واحد ضرب ثلاثة أعمدة هي بواحد ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة أما عمود واحد بثلاثة صفوف يعني ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة أو بمعنى آخر أولادي أنه أنا ذلوقتي الثلاثة ما هي الأعداد التي إذا ضربت معا تعطيني الناتج الثلاثة على شرط أن تكون الأعداد من جداول الضرب اللي إحنا درسناها يعني أعداد كلية مفاش كسور إذن أولادي الأعداد اللي إحنا درسناها في جدول الواحد واحد ضرب الثلاثة يساوي ثلاثة وفي جدول الثلاثة ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة إذن الثلاثة أولادي لها عاملان فقط الواحد والثلاثة يعني أنا دلوقتي لو قلت لك واحد ضرب ثلاثة دولي كام؟ 3 ضرب 1 هي نفسيها 1 ضرب 3 في الناتج يعني أنا لو قلت لك ما هي الأعداد التي إذا ضربت معا كان الناتج 3 يجبها الواحد والثلاثة الواحد والثلاثة إذا ضربوا مع بعض سواء 1 ضرب 3 أو 3 ضرب 1 يعطيني الناتج 3 وبالتالي الواحد اسمه عامل من عوامل 3 والثلاثة عامل من نفسها أو عامل من عوامل 3 بمعنى أولادي ما معنى كلمة عامل يعني الناتج بتاع عملية الضرب اللي هو الثلاثة إذا قسم على الواحد كان الناتج بدون باقي وإذا قسم على نفسه على الثلاثة كان الناتج بدون باقي إذن لو أنا قلت لك عوامل العشرة يعني الأعداد اللي لو اتقسم عليها العشرة كان الناتج بدون باقي تقول للعشرة ينفع تتقسم على نفسها على عشرة بل عشرة من عوامل العشرة والعشرة ينفع تتقسم على الواحد بدون باقي عشرة تقسيم واحد يسوي عشرة يعني العوامل بتاعتها العشرة والواحد والعشرة ينفع تتقسم على الاتنين بدون باقي إذن الاتنين من عوامل العشرة والعشرة ينفع تتقسم على الخمسة بدون باقي إذن الخمسة من عوامل العشرة هل في أعداد أخرى مفيش إذن عوامل العشرة الواحد والاتنين والخمسة والعشرة كذلك عوامل الثلاثة الواحد والثلاثة هتقول لي يا أستاذ طب ما فيه ثلاثة واحد أقول لك ما بنكررش العوامل يعني أنا طالما قلت واحد وثلاثة تغني عن ثلاثة واحد يعني ما بنكررش العوامل اللي عندي تعال نشوف الثمانية كيف نقدر ان احنا نرتبهم أولا أنا أقدر أرتب الثمانية بأكثر من طريقة أولا بطريقة صف واحد فيه ثمانية مكعبات أو عمود واحد فيه ثمانية مكعبات أو صفين كل صف فيه أربع مكعبات أو أربع صفوف كل صف فيه مكعبين تمام؟ إذن عوامل الثمانية أو طرق الضرب بتاعت الثمانية واحد ضرب الثمانية تساوي ثمانية والثمانية ضرب الواحد يساوي ثمانية والاثنين ضرب الأربعة يساوي ثمانية والأربعة ضرب الاثنين يساوي ثمانية طيب حبايبي إذن مين اللي تكرر عندي الواحد والثمانية متكررة فبناخد واحد وثمانية مرة واحدة والاثنان والأربعة متكررة بناخد الاثنان والأربعة مرة واحدة إذن عوامل الثمانية هي أربعة عوامل الواحد والثمانية والاثنان والأربعة وهدول جداول الضرب اللي احنا أخذناهم يعني واحد ضرب الثمانية تساوي ثمانية وعند اتنين ضرب الأربعة يساوي ثمانية هل في أعداد أخرى لو ضربناها في بعض تديني ثمانية في جدول الضرب درسناها طبعا ما فيش إذن أولادي عوامل الثمانية يعنيش عوامل إحنا قولنا وإنه لو اتقسمت الثمانية على أي عدد من العوامل بتاعتها يعطي الناتج بدون باقي إذن الثمانية من عواملها الثمانية نفسها والواحد والاثنان والأربعة إذن أربعة عوامل طيب أولادي الآن استنتجنا شيء إن الثلاثة لها عاملان فقط أما الثمانية فلها أربعة عوامل يعني أكثر من عاملان أي عدد له عاملان فقط بدون تكرار يعني مختلفين يعني العدد نفسه مع الواحد مثل مين خلينا نقولهم كده مع بعضينا زي اللي اتنين اتنين ضرب واحد يبال عوامل بتاعتها اللي اتنين والواحد التلاتة تلاتة ضرب واحد ما فيش تاني إذن عواملها الثلاثة والواحد يعني عاملين الخمسة خمسة والواحد تمام عاملين السبعة سبعة واحد عاملين الاحداشر احداشر واحد عاملين التلاتةاشر واحد عاملين الـ 17 الـ 19 الـ 23 الـ 29 الـ 31 الـ 37 إذن أولادي الأعداد اللي هي عبارة عن واحد ضرب العدد نفسه واحد ضرب العدد نفسه يعطي لك العدد إذن هذا عدد أولي بشرط إنه الواحد ضرب العدد نفسه العدد نفسه يكون مختلف عن الواحد بمعنى أنا لما أجي أقول لك ما هو عوامل الواحد هتقول لي الواحد عبارة عن واحد ضرب واحد هتقول لي أهو يا أستاذ الواحد ضرب العدد نفسه أقول لك آه بس الواحد ضرب الواحد عدد متكرر أنا باخد بدون تكرار يعني واحد ضرب الواحد إذن عوامله مين أقول للواحد والواحد لا باخد بقول عوامله الواحد وهو عامل واحد فقط وبدون تكرار أي شيء له عاملين أي عدد له عاملين فقط مختلفين عاملين مختلفين عن بعض الواحد والعدد نفسه بنقول عليه عدد أولي أقل من عاملين أو أكثر من عاملين هنقول عليه عدد غير أولي يعني له عامل واحد عدد غير أولي له ثلاثة عوامل عدد غير أولي له أربع عوامل عدد غير أولي أكثر من كده برضو عدد غير أولي العدد الذي له عاملان فقط هو عدد أولي إذن نقول كمان مرة الأعداد الأولية هي الأعداد التي لا تقبل التبسيط زي الاثنين زي الثلاثة زي الخمسة زي السبعة زي الاحداشر الثلاثتاشر هدول يا أستاذ ما هو الواحد لا يقبل التبسيط أقول لك مرة تانية الواحد ليس أوليا أنا بتكلم على الأعداد الأولية الواحد ليس عددا أوليا الواحد له عامل واحد فقط والعدد الأولي يجب أن يكون له عاملان اثنان فقط تمام كده إذن الاثنان الثلاثة الخمسة السبعة الأحد عشر الثلاثة عشر السبعة عشر التسعة عشر الثلاثة وعشرون التسعة وعشرون كل هذه بنسميها عدد أولية لأنها لا تقبل التبسيط وبالتالي أولادي لها عاملان اثنان مختلفان فقط تمام كده حبايبي؟ طيب تعال نشوف مثال عندي بول هل يمكنك كتابة العدد 12 على شكل ناتج ضرب أعدد أولية؟ أقول لك طبعا أقدر أن أنا أكتب العدد 12 على شكل ضرب أعدد أولية بأكثر من طريقة تعال نشوف أول شيء إزاي أقدر أن أنا أضرب العدد 12 الأعداد 12 أو أي عدد آخر أول شيء بتبدأ تمام من جدول أنت حافظه بمعنى الـ 12 ممكن تبدأ 3 ضرب أربعة ممكن تبدأ 2 ضرب ستة يعني مش شرط أنك أنا كاتب هنا 2 ضرب ستة يجب أنت تبدأ بـ 2 ضرب ستة أنت ممكن تبدأ بـ 3 ضرب أربعة طالب تاني حابب يبدأ من 1 ضرب 12 برضو مفيش مشكلة المهم أولادي أنه لازم أبدأ بداية أنه عبارة عن جدول ضرب الـ 6 هتقول لـ 2 ضرب 3 عادي هتبدأ بـ 1 ضرب 6 مفيش مشكلة العشرة هتبدأ بـ 10 ضرب 1 عادي هتبدأ بـ 2 ضرب 5 برضو مفيش مشكلة الـ 24 حابب تبدأ بـ 1 ضرب 24 عادي حابب تبدأ من 2 ضرب 12 برضو عادي حابب تبدأ من 3 ضرب 8 عادي حابب تبدأ من 4 ضرب 6 برضو عادي المهم أولادي لازم تبدأ لي بجدول ضرب طيب بعد ما تبدأ بجدول الضرب الـ 12 أمامي أنا بدأت بـ 2 ضرب 6 تمام أنا دلوقتي لما آجي ليه ما بفضلش أنه أولادي يبدأ من 1 ضرب العدد لأنه أولادي 1 ضرب العدد تمام مش هيأثر معاك في تغيير المسألة الـ 1 لما بقاجي أنا أضربه في أي عدد ما بيأثرش عندي في العدد فبطبيعة الحال أنا بقى أفضل أنه أولادي تقدر تبدأ بـ 1 ضرب 12 لكن الأفضل أترك جدول 1 يعني جدول 1 هذا استغني عنه علشان ما تقعدش تكرر في الخطوات أكثر من مرة وتضيع وقتك وأنت بتحل لأنك هتكتب الـ 12 عبارة عن 1 ضرب 12 وهنبدأ نحل الـ 12 كمان مرة بجدول ضرب تمام يبقى إذن أنا بأضيع نفسي في الخطوات وبضيع وقتي في الخطوات في غير فائدة يبقى المفروض أنه أنا ساعة لما أجي أبدأ أقول لك هتلي طرق ابعد تماما عن جدول 1 علشان ما تكررش خطواتك كتير وتختصر في الوقت طيب أنا دلوقتي لو قلتلك الـ 12 هابدأ من 2 ضرب 6 أقول لك جميل هل اللي 2 عدد أولي تقول لي آه عدد أولي أقول لك جميل خلاص إيبا اللي 2 سيبها زي ما هي لا يمكن تبسيطها لأبسط منها لكن خد الـ 6 الـ 6 ليست أولية لأنه يمكن تبسيطها لـ 2 ضرب 3 إذن هاخد الـ 6 وأستبدلها بـ 2 ضرب 3 وبالتالي يصبح الناتج عندي 2 ضرب 2 ضرب 3 وبالتالي هذه أصبحت التبسيط لعوامل العدد 12 إيبا ما هي عوامل العدد 12 اللي 2 والـ 3 يعني هذا أبسط شيء العوامل الأولية للـ 12 هو اللي 2 والـ 3 طيب أنا دلوقتي لو جيت قلتلك هل اللي 12 تقبل القسم على 2 هدولي آه تقبل هل في باقي هدولي لا مفيش باقي علشان كده بنسمي الـ 2 عامل من عوامل الـ 12 وكذلك الثلاثة عامل من عوامل الـ 12 يعني لو قسمنا الـ 12 على الثلاثة تقبل القسمة وبدون باقي وبالتالي الثلاثة عامل من عوامل العدد 12 تعالوا نشوف طريقة شجرة العوامل وازاي نقدر ان احنا نعمل الشجرة بتاعة العوامل علشان نبسط العدد 12 ونطلع العوامل الأولية للعدد 12 في البداية أولادي الـ 12 نقدر نبدأ زي ما قلنا من 2 ضرب الـ 6 أو 3 ضرب الـ 4 ونبعد عن جدول الـ 1 أقدر ان انا أبدأ بجدول الـ 1 لكن الأفضل لعدم تكرار الخطوات انه أبدأ من جدول غير جدول الـ 1 طيب أولادي 2 ضرب الـ 6 اللي 2 لا يمكن تبسيطها لأبسط منها لأنها عدد أولي طيب يبقى الـ 2 تنزل نفس ما هي طيب والـ 6 الـ 6 يمكن تبسيطها لأبسط منها وهي 2 ضرب الـ 3 إذن أصبحت الـ 12 عندي 2 ضرب 2 ضرب 3 وبالتالي أصبحت عندي عوامل العدد 12 اللي 2 والـ 3 العوامل أقصد بيها العوامل الأولية تمام كده حبايبي؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعديها بيقول لي تمرًا أكتب أي الأعداد التالية عدداً أولياً وأيهما عدد غير أولي وإحنا اتفقنا أن العدد الأولي له عاملان مختلفان فقط الواحد والعدد نفسه جميل زي مين؟ نحفظهم مع بعضين نقولهم كمان مرة الـ 2 والـ 3 والـ 5 والـ 7 الـ 2 والـ 3 والـ 5 والـ 7 هدول بالإضافة لـ 11-13-17-19 نقول كمان مرة 11-13-17-19 في تاني طبعاً كل الأعداد الأعداد ما بتخلصش والأولي ما بيخلصش تمام؟ بس هدول الأعداد أشهر الأعداد لأنه في البدايات وفي تاني في العشرينات آه في 23 وفي 29 في التلاتينات في آه في هتلاقي في عندك 31 وفي 37 وفي الأربعينات فيه وفي الخمسينات وهكذا إذن أولادي الأعداد الأولية أشهرهم تمام هما الأعداد اللي إحنا قلناهم في الأول أو الأعداد الأولية تقدر أنك إنت لو حبيت أنك إنت تحلل العدد يعني تفكه وتبسطه بشجرة العوامل أو بأي طريقة أخرى تجد أنه له عاملان فقط طيب أولادي تعالوا نشوف الأعداد اللي هو طالب أنه يعرفها إذا كانت أولية ولا لأ طبعاً أنت بمجرد ما نظرت لجيت أنه 19 موجودة إذن 19 أولي ولكن خلونا نناقش الأمر من البداية هل الـ 14 أولي ولا غير أولي؟ الـ 14 عبارة عن 14 ضرب الواحد وأيضاً عبارة عن 2 ضرب السبعة أصبحت عندي كم عامل للـ 14؟ الـ 1 والـ 2 والـ 7 والـ 14 أربعة عوامل طالما طلعي لها أربع عوامل يعني أكثر من عاملين إذن بالتالي أولادي الـ 14 عدد غير أولي إذن الـ 14 عدد غير أولي طيب الـ 19 الـ 19 أولادي لو أنت حبيت تدور عليها في جدول الضرب مش هتلاقي إنه الـ 19 لها جدول ضرب إلا واحد ضرب الـ 19 فقط إذن أصبح عندك الـ 1 والعدد نفسه يعني عاملان 2 فقط الـ 1 والـ 19 إذن بالتالي تحقق الشرط وبالتالي هذا عدد أولي تمام كده حبيبي؟ إذن إحنا دلوقت عرفنا ما معنى كلمة عدد أولي وما معنى كلمة عدد غير أولي تعالوا نشوف إلا عندي بولي أكمل شجرة العوامل وكتب لي الـ 18 ومديني فراغات والـ 16 ومديني فراغات طيب يا أستاذ الـ 18 أبدأ من 3 ضرب الـ 6 أقول لك لا هنا هو جايلك 2 ضرب الكام يبه هو أجبرك بجدول 2 يبه لازم تكتب له 2 ضرب العدد اللي يديلك 18 يعني ما تبدأش أنت من مزاجك وتقول لي أنا أبدأ من 3 تمام؟ ليش؟ لأنه هنا هو بدأ لك وكتب لك 2 ضرب كام يبه هو أجبرك الآن وألزمك أنك تبدأ من جدول 2 يبه تقول لي 2 ضرب 9 إذن ها أكتب التسعة طيب الـ 2 يمكن تبسيطها لأبسط منها؟ طبعا لا لأنها أولي وبالتالي الـ 2 تكتب كما هي أما التسعة أولادي يمكن تبسيطها لجدول 3 3 ضرب 3 إذن أكتب 3 ضرب 3 يطلع العدد 9 طيب إذن أصبحت عندي الأعداد 2 ولا يمكن تبسيطها لأبسط منها والـ 3 لا يمكن تبسيطها لأبسط منها وكذلك الثلاثة لا يمكن تبسيطها لأبسط منها وبالتالي أصبحت عندي عوامل الـ 18 إذن الـ 2 والـ 3 ويمكن كتابتها بصورة 2 ضرب 3 ضرب 3 تعالوا نشوف المسألة اللي جنبيها بولي 16 أبدأ يا أستاذ من 2 ضرب 8 أقول لك لا هنا أجبر أجلك عدد مضروف في 4 يعني لازم نبدأ من جدول الأربعة أربعة ضرب الكام يديني 16 أربعة ضرب الأربعة جميل هل الأربعة يمكن تبسيطها لأبسط منها آه 2 ضرب 2 وإحنا قلنا نبعد عن جدول الواحد علشان ما نكررش الخطوات إذن أولادي 2 ضرب 2 وكذلك الأربعة اللي جنبيها بنفس الطريقة 2 ضرب 2 هل يمكن تبسيط الـ 2 اللي أبسط منها لا يمكن لأنها أعداد أولية إذن الـ 16 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 طبعا أولادي دلوقتي إحنا عرفنا ما معنى كلمة عدد أولي وما معنى كلمة عدد غير أولي كيفية كتابة الأعداد بطريقة شجرة العوامل وكذلك كيفية تبسيط الأعداد بكده أولادي نكون خلصنا درس النهاردة إن شاء الله على أمل اللقاء بكم بإذن الرحمن في حساس قادمة طبتم في رعاية الله نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر